بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم مرة أخرى أعزائنا الطلبة في محاضرة جديدة لهذا اليوم اليوم إن شاء الله نحكي عن اليونت الخامس بكتاب النحو وهذا اليونت يقول Uncountable and plural forms رح ننخذ الأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة وإلى آخره أولا نبدأ بالUncountables اللي هي الأسماء الغير معدودة هنا يقول في هذا الموضوع اليوم رح نحكي عن Uncountables الأسماء الغير معدودة طبعا الأسماء الغير معدودة هي الكلمات التي التي لا يمكن جمعها أكو مفهوم خاطئ عند الكثير من الطلبة وهو أن الطالب كل عقلة أو كل فكرة بأن الأسماء الغير معدودة هي الكلمات التي لا نقدر نحسبها مثلا على سبيل المثال ماء ووتر هذا غير معدود هيتش يحسبها أو مثلا يقول لك مثلا على سبيل المثال يقول لك ملك غير معدود فمثلا يعني والمعدود يقول لك مثلا money فلوس ها يعتبر معدود ليش لنقدر نحسبها مثلا تفاه معدود هذا الكلام خاطئ طيب لعد شنو الصحيح الصحيح أن الانكاونتابلز ناونز خلينا نكتب ملاحظة خلينا نكتب ملاحظة الانكاونتابلز هي الأسماء الغير هي الأسماء الغير معدودة طبعا الانكاونتابلز هي الأسماء التي لا يكون لها صيغتين في اللغة الإنجليزية هي الأسماء التي لا يكون لها صيغتين في اللغة الإنجليزية بمعنى ليس لها جمع ما نقدر نجمعها بمعنى ليس لها جمع بمعنى ليس لها جمع وتكون وحيدة في اللغة الإنجليزية تكون وحيدة يعني يعني شنو وحيدة يعني ما قالها صيغة جمع صيغة مفرد طيب تكون مفرد غالبا ما تكون مفرد مثال عليها كلمة ملك الآن كلمة ملك هي مفرد مع عفون غير معدودة انكاونتابل ليش عمرك حياتك شفت الانكاونتابل حاطين بها اس انكاونت يعني حاطين ملك هم يوم شفت الملك حليب سوينها ملك لا ما يصير ما تنجمع مثلا كلمة money الفلوس كلمة الفلوس عمرك حياتك حطيت بها اس جمع ما جمعناها هي money فلوس ثابتة بينما اذا واحد سيقول money نقدر نحسبها نقدر نعدها مصحيح واحد يقول لا هي معدودة لا لا نكاونتابل غير معدودة ليش نكاونتابل ليش غير معدودة لانها لا يمكن جمعها يعني ما نقدر نقول منيز غلط مثلا رز مثلا عندنا كلمة فود فود طعام غير معدود يعني ما نقدر نقول فود نقول فود هذه كلمة غير معدودة مثلا عندي كلمة نيوز أخبار هاي كلمة ثابتة يعني ما لها مفرد وجمع صيغة وحدة فهذه انكاونتابل الاسم الغير معدود دائما يكون يعني الغير معدود يكون الى صيغة وحدة وخلينا نكتب ملاحظة مهمة جدا أخرى الأسماء الغير معدودة الأسماء الغير معدودة لا يمكن أن نضع قبلها ا وام الاسم الغير معدود لا يمكن وضع قبله ا 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 بمعنى الأسماء الغير معدودة والأسماء الغير معدودة هي اللي خذناها هنا منطق مجموعة كبيرة جداً من الأسماء الغير معدودة وهي هذه اللي تشوفها قدامك هنا information knowledge كل هذه الكلمات هي غير معدودة لازم نحفظها الأستاذ جايب بالامتحان بالأسئلة هاي الأسئلة جايب الأستاذ النقطة رقم النقطة رقم 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 ثلاثة يقول George does not need a little information information ميصر نخلي قبلها A فهذا خطأ هو قيل A فهذا هو الخطأ هذا هو الخطأ ميصر تحط الأ نحذف الأ فمثلاً يجيب لك جملة على سبيل المثال I have I have a news I have a news قال لك I have a news هيتش قال لك صحي على الخطأ تحذف الأه ليش لأن هاي الكلمات ما يصير نخلي قبلهم أ وأن هاي المعلومات هاي الكلمات ما يصير نخلي قبلهم أ وأن هاي المعلومة يقول انا ذكرت لك هسه انه اله مايصير تجي ويا الانفرميشن تمام قلت لك هذا خطأ زين وقلت لك بانه اله مايصير نحطها ويا نيوز هسه واحد يسألني يقل لي استاذ محمد لعد شلون بهاي جملة الاستاذ قيل جورج نيتس الانفرميشن انت متوقع تقول الانفرميشن مايصير نخلي بياها اه صح كلامك هسه راح افهمك هاي المشكلة اهنا عندي اله استخدمت ويا اله طبعا هاي المعلومة نسيتها اخبركم عليها يعني انا اعتذر من عندكم هاي المعلومة امفرود اقول لكم اياها اذا اله تجي ويا اله صحيح بس مايصير تجي ويا الانفرميشن مباشرة يعني مايصير اقول جورج نيتس الانفرميشن غلط انفرميشن مايصير ولا اقول ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا السؤال والمثبت الغير معدود السؤال والمثبت الغير معدود السؤال والمثبت الغير معدود نحط له إذن خلينا نعيد هذه الملاحظات استخدم مع المثبت مع المثبت والسؤال الكلمات الغير معدودة الكلمة الغير معدودة يعني اختصارا للكلام A little تجيني ويهذا الجدول ويذني الكلمات من أشوف هذين الكلمات تستخدم ويهم A little will much المش تستخدم ويالنفي 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 وأيضا ويالسؤال ويالنفي ويالسؤال تستخدم الآلتل والمش ويالسؤال طيب طيب شوكت أكيد ويذني الكلمات هسا لاحد يكتب انت اذا تسمعني هسا قاعد تكتب لا تكتب اريدك انتبه يمي وتعوف الدفتر وتعوف كل شي وركز يمي اريده اشرح لك هالفكرة لان مهمة وانت راح تخربط بيها انا عندي كلمتين المعلومة شو تقول انتبه يمي المعلومة تقول انا عندي كلمتين عندي اليتل وماتش بعد ما اعرفنا احنا سانا حاليا نعرف الكلمات الغير معدودة اليتل وهي الكلمات الغير معدودة والماتش هي الكلمات الغير معدودة ولكن اكم علومة مهمة ان الالتل دائما تجيني ويا المثبت والماتش تجيني ويا النفي اغلب الاحيان شوفينا هاي ويا المثبت والسؤال جورج نيتس الالتل سؤال داز الالتل الالتل هاي ماتش ويا النفي ويا السؤال لا تكون ماتش نفي هل تكون ماتش هسا واحد شي يقول لي يقول الالتل هسا انت شو تقول الالتل تجيني ويا السؤال ويا المثبت والماتش تجيني ويا السؤال ويا النفي زين اثنين هم يجونوا يا السؤال شلون راح اميز بيناتهم شلون راح اميز عن الالتل والماتش بحالة السؤال الجواب نفس الشي يعني عادي تستخدم الالتل او الماتش نفس الشي هو بالامتحان الأستاذ ما يخربطك يوصلك لها يعني مثلا نجيب لك جملتين يعني تختار الماتش ويا النتر ما يصير شي يعني يجيب لك منفي وانت تختار ماتش أو اللتر او يجيب لك مثبت ويقول لك ماتش أو اللتر يعني ما معقولة يجيب لك جملتين جملة نفس الاختيار يعني اذا جاب لك شي فانتش تختار هو صحيح يعني ليش؟ لان هو نفس الفكرة وظيفتنا نشرح القاعدة يعني أما بالامتحان فما معقولة الامتحان يجيب لك هيتش اشياء ويعني هالي فكرة خافة وطالب ما فهمها يعني هسه هو على سبيل المثال يعني أنت أنا أسألك سؤال هل من المعقول استاذ الرياضيات يجيب سؤال ويقل لك مثلا اختيارات يقل لك الناتج يساوي أربعة وينطيك اختيارات يقل لك هل الحل اثنيا في اثنيا لو واحد في اربعة يعني ما معقولة يجيب لك هيتش سؤال ليش لأن اثنيا في اثنيا يساوي أربعة وواحد في اربعة يساوي أربعة فما معقولة الاستاذ يجيب لك جملة هاي الجملة تقبل الاحتمالية لا هو يجيب لك جملة بها مفتاح حل يعني لازم كل جنة بها مفتاح حل بس انت مشكلتك ما تعرف شنو هو مفتاح الحل لذلك دالت تواجهون هاي المشاكل يعني فهي هاي الفكرة يعني لأنك شكك ويسهايك يعني انت كشخص راح تسأل هذا الانسان هذا النفس اللي بداخلك هاي الروح كشخص يعني انت اليوم اسأل نفسك سؤال انت قبل شنة تفاهم المادة جاوبني على هذا السؤال انت جاوب نفسك يعني انا ياك هسة دا نسأل نفسك هل انت شنة تفاهم المادة وشانت عندك مشاكل لو انت كل شي ما تعرف ان المادة لا تعرف راسها من رجليها وتروح بالامتحان تخيط وشخفط الجواب هو الثاني انه انت شنة تروح للامتحان ما تعرف جملة راسها من رجليها لذلك شنة ما تعرف سيغتي السؤال ما تعرف هسة انت فهمت المادة عرفت شلون تكون سؤال عرفت شلون تتجاوب يعني الموضوع بدأ يوضح هل راح تواجه جواب مشاكل اكيد راح تواجه مشكلة بلايام الجاية عادي يعني انت بديت تفهم بس مو معناها انت صرت الاول على الجامعة ولا صرت الاول على الدفعة لا انت بديت تتحسن الان انت صرت بمرحلة جيدة المرحلة القادمة الساعات والايام الجاية هي اللي راح تحدد منصيرك هل انت راح تقرأ وتتعب وتضغط على نفسك ما تطلع لاهيتش ولاهيتش وتبعد التليفون عن نفسك وتبقع تقرأ انت امورك تمام ام انت راح خلاص اخذت هاي المعلومتين وشمرت المادة ورح تتقلب على التيك توك وعلى اليوتيوب وطلعت بيا صديقك وخابرت صديق صديقك وظليت تحت شياه ساعة ساعتين وثاني يوم راح تمتح نواجه الموضوع بقيمك فهم فهمت هل راح تقرأ ام لا جواب بقيمك شن الاشياء اللي تقراها التمارين اللي عندك اللي حلناها تقعد تحل بها تمرين تمرين وتمتح نفسك وتجرب وتحط الاسئلة وتحاول وتشوف اخطائك وتحفظ هالا الاقراءة هي تشتقها نجي على رقم اربعة قالي number agreement هذا الموضوع كل شي ما بي خلينا نكتب عليه ملاحظة وحدة فقط لا غير طيب سألتوني قبل لا روح على رقم اربعة سألتوني على موضوع الالتل واستبدالها بالماتش يعني الاستاذ جايب سؤال انه قال لك استبدال فيعني هسا لو مثلا لو انا عندي الجملة الاولى لو عندي الجملة الاولى مثلا وقال جورج needs a little information الان هاي جملة عندي a little لو قال لي استبدالها بالماتش اجي على الماتش الماتش تستخدم وينفي فان الجملة الاولى راح اقول جورج doesn't need much information راح اعقولها الان افي ليش لان انا منبدلت الالتل بالماتش لان انا لازم اعرف انو الماتش هي وينفي فراح ابدلت جملة سويها نفي مايصر اسويها مثبت ليش لان هي اصلا لان هي اصلا الجملة هي لازم تصير نفي وهي الماتش مثلا هاي الجملة الثانية هاي الجملة الثانية قال لي we don't have much money هاي الجملة قال لي حولها الى a little راح اقول له we have we have a little money اسويها مثبت ليش لان الالتل لان الالتل تجيني ويا المثبت فالتل تجيني ويا المثبت اسوي جملة مثبت ماتش هي نفي اضع جملة منفي لازم الماتش هي النفي والمثبت تجيك الجملة مثبت اضع نفي حسب الالتر اضع لها مثبت نفي اضع لها ماتش مثبت اضع لها لتر ماتش اضع لها نفي فهاي الجملة اعيد الحل مرة اخرى هو جايب لك جملة بها لتر وقال لك حط لي ماتش انتش راح تسوي راح تسويها نفي ليش لان الماتش من تجي لازم تجيب وياها نفي الجملة الثانية نقال لك we don't have much money مثبت من اول حط لها لازم اسويها مثبتة هي هي من فيها لازم اسويها مثبتة فراح اقول we have ليش لان هي جملة لازم تحول الى مثبت لان كلمة لازم تجي ويا المثبت طيب هذا بالنسبة لهذا الموضوع بالنسبة لي نقطة اربعة مثل ما ذكرنا هنا ملاحظة وحدة بسيطة جدا في هذا الموضوع يجب ان يكون هناك في هذا الموضوع يجب ان يكون هناك توافق في هذا الموضوع يجب ان يكون هناك توافق بين الفاعل والفعل في هذا الموضوع يجب ان يكون هناك توافق بين الفعل والفاعل هذا الموضوع يخص الان بمعنى انه بمعنى انه اذا كان الفاعل مفرد يجب ان يكون الفعل مفرد بمعنى انه اذا كان الفاعل مفرد يجب ان يكون الفعل مفرد مفرد المترجم للقناة 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 اه عفوا شيب غنم غنم اذا يعني غنمه وحده نعجه طيب اذا اردت اقول اغنام اقول شيب يعني هي الكلمه مثل ما هي تبقى وكلمات اخرى كثيرة طبعا عندنا هنا مثلا تراوزرز هيا يعني شوف ذني ايضا لازم نحفظهم يعني ذني دائما لهم صيغة الجمع كذلك عندي مثلا بيية هيا جمع من بلو من بيرسن بيية مشدود بال paso طبعا الموضوع هذا كله يحفظ ويجب من عنده بالامتحان نركز علي بعد ما اوصيك بالفي هذا الموضوع انا لاري capacidad احفظ لكيها ولث زالي او انتو كيها بس هذا الموضوع موا يمي ان افعالي اشغل الكيها يعني لو اقدر احفظ لكيها حاضر بس هذا الموضوع يعتمد على الحفظ لكي وحفظك انت وحفظك يعني طيب خلينا نروح على 12 هنا بالنقطة 12 تستخدم دائما ويالكلمات المعدودة في حالة المثبت وحالة السؤال في حالة المثبت والسؤال ويالاسماء المعدودة جورج هاز افيو فرينز هنا ليش يستخدم فرينز لأنها معدودة ممكن يجيب لك سؤال ويغلطك يقول لك جورج هاز افيو ماني افيو ماني غلط ما يصير حط الماني الفلوس ويالفيو غلط لأن الفلوس غير معدود ما ترهم ويالفيو الفلوس غير معدود ما يصير حط فيو ماني غلط او يقول لك ايهاف افيو انفرميشن غلط ايهاف الوتر انفرميشن لأن كلمة معلومات غير معدودة ما يصير حطوا اياها افيو عندك كلمة ماني ايضا ممكن يجيب لك اياها الماني تستخدم ويتجمع يعني مثلا مثلا بتي هاز ماني فرينز بس يصير اقول ماني انفرميشن لا غلط ما يصير ما يصير اقول ماني انفرميشن غلط ما يصير دير بالك انتبه عليها لأن كلمة افيو ماني تستخدم ويا المعدود دائما شوف انا عندك قايل لك الافيو ويا المثبت والسؤال شوف ايش قايل لك قايل لك الافيو الافيو ما يصير يعني الافيو هنا اشحاطها قايل لك تستخدم ويا المثبت ويا السؤال يعني جورج هاز افيو فرينز شوف مثبت هل لديك الافيو ونفس الحالة طبعا نفس النظام يعني ممكن الاستاذ يجيب لك جملة على سبيل المثال قايل لك بيتي هاز ماني فرينز قايل لك استبدال لياها بفيو شراح تقول انت راح تسوي سؤال طبعا ليش لان فيو تجوي السؤال ويا المثبت وعادي ترهم يعني عادي مثلا هما مثلا يعني هالي الماتش لأليتر اللي خذناها ياهي للسؤال ياهي ارجع اراجع المادة وعمل ملاحظات اللي انطاتك اياها دائما دائما اخذوها قاعدة الشي اللي انا اشرح لك ممعقول انت راح تفهم تسعين بالمية لا راح تفهم ولكن بنسبة قليلة تحتاج الى مراجعة ودراسة جيدة حتى تقدر تفهم من مادة مية بالمية فهذا الموضوع يعني هسلا تحتمال تفهم من عندي ولكن مو بشكل جيد جدا الا تروح تخلص المحاضرة وتكتب ملاحظات وتدوين وتكتب النقوصات وهذه الامور كلها وراها وراها عاد راح تعرف يا هي المن وشلون ومن يصير عندك سؤال قللي الساب عندك مشكلة ايش الشكل دائما اقولها سؤال هل طالب اللي يدخل يمي دوره راح ينجح مية بالمية الجواب لا ما لعلاقة تدخاني اني عند طلاب والله العظيم مستواهم كان نار 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 قوي جدا دخلوا يمي دوره وقاموا ما يقرون ما جابوا درجات عالية عبالة اللي يدخل يمي دوره راح يجيب درجات لا ما لعلاقة انت تشوفني صحيحان على يوتوب ادرس والناس كلها تدرس يمي بس مو معناها انت من تدخل يمي دوره خلاص راح تجيب مين لا اكو طلاب مستواهم جدا تعمل نار يمي دوره والله العظيم مستواهم تغير الى شيء مطبيعي بدأوا يتكلم لغة انجليزية بدأ يحل بدأ يشرح خلاص حتى دورات صار ملاحظة اخيرة يقول يجب استخدام او يمكن استخدام هم الاف وبالنسبة يعني ل الاسئلة اللي حضرت لكم ارتوها حل اللي هو كوركت خلينا حل لكم ياهن مرة اخرى اللي عند الاسئلة تمام اللي ما عند الاسئلة حاليا اني بالتسجيل مبينة من رح تشوفون التسجيل مبينة يعني عادي السؤال يقول كوركت صحيح الخطأ الجملة الاول قيل جون يجولي بعد الساعة التاسعة الآن الخطأ اللي موجود عند هاي الجملة هو اس الشخص الثالث فراح اقول جون كول احط اس الشخص الثالث شنو مفتاح الحل يوج ليش اختار انا يوج ولي لان يوج ولي دائما تجيني ويا المضارع البسيط فراح احط اس الشخص الثالث للفعل الكول احط هاي الجملة الثانية هو قايل وين جورج يوج ولي داز كل هاي جملة خطأ شنو الخطأ مالتها لازم اخلي اليوج ولي ورد داز انطيتك ملاحظة وقلت لك تستخدم دائما اليوج ورد فعل المساعد ولكن يعني حتى ما ادوخك انا انطيتك قاعدة السؤال قلت لك اداة السؤال الفعل للمساعد الفاعل الوين هي اداة السؤال وراء الوين داز وكمل الجملة مثل ما هي لا قدم ولا اخر النقطة الثانية السؤال قيل وين جورج يوجول داز هاي خطأ شنو هي الخطأ مالتها الداز يصير وراء الوين لان جملة سؤال وان انطيتك ملاحظة كتبتك قاعدة السؤال قلت لك اداة السؤال ثم وين او اداة السؤال ثم دو او داز ثم الفاعل ثم التكملة والى آخر جملة رقم ثلاثة قاعد لك جورج doesn't need a little information هذا هنا الخطأ انه a little a little ما يصير تحطها ويا المثبت ويا في صير ويا المثبت يعني صير ويا سؤال وصير ويا المثبت فراح جورج needs a little information جورج needs a little information خليت need ليش ضفت الاس لاني فاعل مفرد الجملة الرابعة قايل they have much homework هاي جملة خطأ لان المتش ما تيجي ويا المثبت رح اقول they don't have much homework ليش غليت من في استاذ محمد لان عندي ماتش تيجي ويا الماتش دائما تيجيني ويا جملة المنفي واخر جملة قايل لك the workers about two dares يستردي الخطأ هنا هو dares ما يصير نضيف S لل dare لأن كلمة dare من الرج نجمعها بس ننزلها مثل ما هي بدون ما نحط لها S S تجمع وهذه الجملة موجودة أخذناها قبل شوية هسا بالسؤال مال تجمع لما قلت لك الشي بتبقى مثل ما هي غنمة أو أو أغناء نفس الكلمة ما تنجمع يعني ما لها S ما يصير حط لها S هذا بالنسبة للسؤال التمرين اللي جايب لكم يا الأستاذ طبعا هنا قايل لك الصم تستخدم ويا المثبت ويا السؤال فقايل لك We always take some fruit We don't always take some fruit حاط لك يا هانافي وقال لك صحيح الخطأ انت طبعا راح سويها مثبت ليش لان الصم ما يصير تجي ويا المنفي فركز لي على هاي المعلومات هاي التمارين احفظ هن خصوصا هاي النقاط احفظ الأمثلة قال لك الاني تستخدم ويا النفي تمام ويا النفي يعني ممكن ويا النفي وسؤال يعني ممكن يجيب لك سؤال يقول لك I use any I use any sugar I use sugar أنا أستخدم أي سكر قال مثلا قال I use any car أنا أستخدم أي سيار I use وقال صحيح الخطأ طبعا الخطأ اللي عندي هنا ما يصير أحط الاني ويا المثبت فراح أقول I don't أسوي الجبلة منفي ليش سويت منفية ليش لأن الاني تجوية النفي لأن الاني تجوية النفي تجوية أكتب ملاحظة يمك تستخدم الصم مع المثبت والسؤال تستخدم تستخدم الصم مع المثبت والسؤال ويمكن أن يأتي في الامتحان تصحيح خطأ ويمكن أن يأتي بالامتحان تصحيح خطأ ويمكن أن يأتي بالامتحان تصحيح خطأ كذلك الاني نفس الحال اكتب للملاحظة تستخدم الاني مع المنفي والسؤال ويستخدم اني مع المنفي والسؤال ويكتب انتهى مكتب لا أستخدم أي سيارة لا أستخدم أي سيارة ويقوم بإضافة النوع ويقوم بإضافة أي سيارة ويكتب عليها خطأ ويكتب تدرب عليها تدرب عليها اشوف اخطائك وين البقية حقيقة مو مهمات بس عندك كلمة نو نو كتب عليها ملاحظة تستخدم مع تستخدم كلمة نو مع الجملة التي لا تحتوي على نو إذا لقيت جملة ما بها نو حط إياها نو يعني هنا لا محظة لا هنا لا محظة لا لا محظة 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 لا بها نو يعني تستخدم مويا المنفي الغ لا يحتوي على نو يعني دائما دائما النو تجيني بالجملة المنفية معنويا دائما بالمعنى يعني مو بالنوت يعني إذا عندك نوت لا تستخدم بياها نو إذا عندك نوت لا تستخدم بياها نو مو